الراحل ذكرى محمد ولدت بمنطقة المرسى بتونس في السادس عشر من شهر الفاتح عام الف وتسعمائة وستة وستين افرنجي ابوها محمد عبدالله الدالي وامها زهرة وترتيبها الثامن بين اخوتها التسعة لتسمية الراحل ذكرى بهذا الاسم قصة طريفة فقد كان والدها رحمه الله يعمل في الحرس الوطني التونسي وصادف انه كان يؤدي عملا في الوقت الذي كانت تولد فيه ذكرى فاتصلوا به يبلغونه ان زوجته رحمها الله وضعت له بنتا وطلبوا منه ان يختر لها اسما فاستسمحهم يستشير من حوله في اختيار الاسم فاشاروا عليه بذكرى تزامنا مع ذكرى تأسيس الحرس الوطني وكان بذلك اسم ذكرى الذي صار فيما بعد الاسم الذي يرن ويلمع بريقا فنيا نفيسا تطرب هي له ويطرب الكثيرون به الراحل ذكرى اسم فني كبير وقامة غنائية اصيلة من معدن طربي نفيس وخامة نغمية نادرة صوت قوي احساس طروب مرهف اداء رائع يطربك ويأخذ بلب عقلك ويجعلك مشدودا شغوفا بالاستماع اليها والاستمتاع بصوتها العذب الشجي انها من الاسوات القوية والقادرة التي تلعب على كل الاوتار بقوة وسلاسة وشجن وطرب كيفما ارادت هي كان الذكرى منذ صغرها ملاعة بالغناء وكانت اسرتها تشجعها على ذلك في كل المناسبات وكان الجميع يثنون على صوتها ويقولون انه جميل وكان ابوها اكثر المتحمسين لها اما امها فقد رفضت في البداية ان تحترف ابنتها الغناء خوفا من المتاعب ولكنها وافقت بعد ذلك وشجعتها مثل ما شجعها اشقاؤها والطريف ان عطبا طرأ على سيارة ساعدها على المشاركة في برنامج فن ومواهب واحتراف الغناء فقد كان الملحن الزدين العياشي المشرف انذاك على منوعة فن ومواهب سنة 1980 افرنجي عائدا من تستور عندما اصيبت سيارته بعطب لما شارف على الوصول الى العاصمة فاستنجد بفني في الميكانيك كان في ورشة قريبة وشاءت الصدف ان يكون هذا الفني شقيق ذكرى ومن متابعي المنوع فتعرف عليه واصر على ان يصدفه في البيت وبذلك تعرف العياشي على عائلتها ووالدها الذي طلب منه ان يسمعها وهي تؤدي بعض الاغاني فسمعها تغني قصيدة الرضا والنور فاعجب بطاقتها الطربية وصوتها الشجي وهكذا دعاها المشاركة في الحصة الموالية فشاركت وحزت الاعجاب فكانت تلك المشاركة ضربة البداية في مسيرة ناجحة اذ واصلت الغناء ضمن المجموعة الصوتية فتكونت في الموشحات والمألوف وشاركت في التصفية النهائية للمنوعة على ركح مسرح قرطاج ففازت بالمرتبة الاولى وبعدها التحقت بالفرقة القومية للموسيقى العربية لدراسة الموسيقى دراسة اكاديمية وحصلت ايضا على دروس في التجويد والالقاء ونطق اللغة العربية على يد الشيخ عثمان الانداري وتواصل بعد ذلك نجاحها حتى غدت احدى اشهر المضربات العربيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ملأت الدنيا واطربت الاسماع ولارض الجماهيرية نصيب وافر من تألق ذكرى وتميزها لقد كانت اول زيارة تقوم بها الراحل ذكرى الى ليبيا في عام 1989 افرنجي ووقتها غنت الحب النجي كاول عمل غنائي ليبي كتب كلماته الشاعر الاستاذ عبدالله منصور ولحنه الفنان خليفة زلتني وقد تغنت الراحل بكثير من الاغاني الوطنية والعطيفية والاجتماعية ايضا وكانت اكثر ما تكون قريبة للفن الغنائي الليبي الغني وقد عرفت ذكرى بذلك وكانت هي نفسها يرحمها الله تذكر ذلك مرارا وتكرارا فذكرى كانت اقرب ما تكون للفنانة الليبية التي تتغنى باحساس وتفاعل ووجدان مع الانغام الليبية والطرب الليبي الاصيل واهل الاختصاص في الفن والطرب يعون ذلك اكثر منا والله للأسف ديما انا نقول دولنا المغاربية للأسف اغنيتنا لا تتعدى الحدود ما نعرش والله احنا نتمنى تكون عنا شركات تدعم الفنانين شركات تصنع نجوم تقدمهم الى خارج الحدود يعني زي الاغنية المصرية زي الاغنية الخليجية ان شاء الله نتمنى من ليبيا من تونس من الجزائر من المغرب نتمنى وانه يكون فيه دفع للأغنية المحلية المغاربية يعني من دولنا العزيزة وان شاء الله اندي ما طلبتها في تونس وطلبتها في المغرب وطلبتها انطلب طلبتها الان في ليبيا ان شاء الله نلقاه الدعم الكافي ويعني الدفع الكافي نعم ان شاء الله ثانيا انا والله كل ما تسمح لي الفرصة نقدم اعمال ليبيا قدمت على مسرح كرتاج اعمال ليبيا قدمت هنا في الجماهيرية اعمال ليبيا كل في كل لقاءاتي نذكر في الاخوة الفنانين اللي تعاملت معهم اخيرا في محطة ام بي سي انا والاستاذ محمد حسن في سيرة الهلالية نعم يعني نبذل في قصارة جودي ساركا لاو في شمدرناها لك شمزك من نقول شمدرناها لك شمدرناها لك زعلان واجب ما ما تريح بالك عايشك عايشك مشيئة القدر التي أرادت لذكرى أن تبدأ انطلاقتها الفنية من ليبيا أرادت أن يكون آخر شدو لها من ليبيا أيضا فقبل أربعة أيام فقط من وفاتها كانت الراحلة قد تغنت في سلسلة النجع نهاية العام الماضي أغنية الجارة أرحلت ذكرى عن الدنيا لكنها تركت لنا إرثا غنائيا كبيرا وعزيزا ومجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية ضمن سلسلة النجع ورفاق عمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن 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 نح تسمع فحلها كما المير المير تسمع فحلها كما المير عليه عليه تسمع فحلها كما المير الراحل ذكرى محمد ولدت بمنطقة المرسى بتونس في السادس عشر من شهر الفاتح عام الف وتسعمائة وستة وستين افرنجي ابوها محمد عبدالله الدالي وامها زهرة وترتيبها الثامن بين اخوتها التسعة ثلاثة اولاد وست بنات درست الادب الفرنسي وفي عام الفين وواحد افرنجي بدأت في دراسة طب الاطفال اشتركوا في القناة محطة زواجها كانت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر هنيبال من عام الفين وثلاثة افرنجي ولحظة توقف حياتها ووفاتها كما هو معروف على يد من تزوجته في فجر يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر الحرث من عام الفين وثلاثة افرنجي سعقت الامة للخبر وبكاها الجميع نسيت عشرت ونسيت يا نسيت نسيت عشرت ونسيت ونسيت نسيت يا نسيت وما تقول ما تقول ما تقول ما تقول كان عندك سريم ما تقول كان عندك سريم معي نسيت 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 ونسيت يا نسيت يا يا نسيت يا رسال وما تقول ما 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 تقول كان عندك سريم معي كان الذكرى الأميز والأبرز في حفلاتها والحفلات التي شاركت بها وكان الكل يطرب ويتفاعل ويعيش الفن في أسمى صوره عندما يتابع ذكرى وهي تغني يعيش معها ويطرب لما تشدو به هذه هي الراحلة ذكرى محمد وهذه هي بعض ملامح حياتها وتاريخها الفني الكبير التاريخ الذي يبقى راسخا قويا مؤثرا يثير خلجات النفس ويداعب صفاء الروح الصوت الذي يأتي من القلب ليستقر في القلب الصوت القوي الشجي العذب المؤثر المدرسة الفريدة والمتميزة في عالم الفن والغناء الصوت الذي سيبقى خالدا خلود أعمال هذه الفنانة الرائعة الطيبة الأصل والمعدن والقيمة الفنانة الإنسانة رسالة إلى ذكرى عزيزة الفنانة ذكرى رحمة الله عليك تحية طيبة وبعد مع نهاية عام والتطلع إلى مهوآت في عام جديد أبعث إليك بهذه الرسالة علما بأنني لا أعرف أين عنوانك حاليا آملين أن يسكنك الله جنات خلده وأشعرك بما تشتياقي والعديد من محبيك إليك فكلما أردنا لقائك صبرنا أنفسنا واستمعنا لبعض أغانيك موسيقى 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 موسيقى